هل في مجال أنك تبقى موجود في الدور المصري الموسم اللي جاي ولا الهدف اللي جاي؟ والله يشوف كابتن الدور المصري زي ما قلت لك شرف ليلاب هو يكون موجود فيه تعرض علي أن نكون موجود للموسم الجاي في الدور المصري عندك كابتن أبد الحميد باسيوني لك طلع الجيش ومازال حج نفكر يعني لأنه أنت تعرف الواحد توا مش حر نفسه خصوصا معك عائلة أنت متحمل مسؤوليتها عندي حتى عرض من السعودية برضو قادم فكر 50-50 يعني باني نرجع ليبيا أو نكمل الاهتراف خصوصا أنا تسع سنين كابتن اهتراف فخذي التجربة ما قعدت جنب العيلة ما قعدتش يعني نعطيهم حقهم يعني حتى هم يعيشوا معاي الوضع الكورة اللي عشتنا فما زال حق يعني مو كل اسبوع جاي نحس مقرار أني نحن نقعد في ليبيا أو أني نكمل برا أبو شليم الموسم الماضي واجه الزمالك فيها الكونفيدرالية الأفريقية هل كان فكروكم كنادي وانت كنت لعب مع الفريق أبو شليم أنك كان ممكن تكسب الزمالك أو أنت كنت تعرف أن أنت داخل المباراة صعب أنك تكسب الزمالك شوف كابتن لازم الكورة مش شيء منازل الكورة في الأخير معطيات وانت ترعب في تسين ديجا في الملعب وبدليل شوفنا في أندية تفوز على أندية كبيرة تسين ديجا هي التي تفصل في الملعب نحنا كان عندنا هدف أن نحن نترشع المجموعات صح مجموعاتنا الزمالك وكان فريق من جنوب أفريقيا فكان نحن الأول هدف الأول أن نحن نترشح للدورة الثانية مباراة الزمالك كان عندنا الكوتش شكري الخطوي التونسي ذكي جدا في التعامل مع المباريات وتكتيكيا يعرف كيف يتعامل مع المباريات فكان الهدف أن نحن كيف نبغط الزمالك الزمالك فرق كبير وعنده لعبين يخلقوا لك الفرق في أي وقت فنحن كيف كنا نحن نبغط الزمالك لكن ما توفقناش في المباراة لكن أنت تلاعب أنت في الأخير كابتن تأمل بحظوظك تدخل بالعب أنت في الأخير حتى تلاعب أنت أمل بحظوظك في الأخير تدير لعليك كابتن تعمل لعليك والباقي التوفيق من عند رب العالمين